نظمت مدرية الزراعة بمحافظة الغربية احتفالية كبرى بأحد حقول الأرز البسماتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا وذلك بمناسبة انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسماتي والسوبر في احتفالية كبرى نظمتها مدرية الزراعة بمحافظة الغربية داخل إحدى حقول الأرز البسماتي بقرية بوريك الحجر مركز طنطا أعلنت مديرية الزراعة بالغربية انطلاق موسم حصاد محصول الأرز البسماتي والسوبر وأكد الحضور على أهمية الدور الذي تقوم به الدولة لخدمة المزارعين ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية وأنشر التوصيات الفنية للأصناف في طار اهتمام طبعا الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عمفتاح السيسي ومعالي وزير الزراعة واهتمام ومتعجاتهم بالنهوض بالبحث العلمي ومراكز البحث الزراعية فيمكن النهاردة كان يوم جميل جدا بنحتفي فيه بصنفه من الأصناف الجديدة وهو الرز البسماتي طبعا اللي هو مطلوب على الموائد المصرية ومطلوب وبنستورده بعملة كبيرة وبالتالي توفير هذا الصنف هيعمل رواق كبير جدا حيوفر عملة صعبة للبلد الحمد لله على أرض محافظة الغربية يمكن باكورة إنتاج هذا الصنف إن شاء الله موجود عندنا هنا محافظة الغربية طبعا من المحافظات اللي هي بتزرع الرز عندنا ما يقرب من مية وستاشر ألف فدان من مساحات الرز مزرعين في محافظة الغربية طبعا بيتواجهم هالتجربة اللي احنا بنعملها النهاردة أعملين إن شاء الله أن هي تنتشر وتحوز عجاب المزارعين إن شاء الله الحقيقة احنا بدأنا من أول سنة 2014 نطور أصناف صوبر متطورة بالتعاون مع دول زي الصين ومعهد الرز الدولي بالفلبين ودول العالم كلها والحقيقة عشان نحقق نموذج المصري في تطوير الرز المصري الصوبر لنضرة المية والتغيرات المناخية ونجحنا إن إحنا نستنبط سخة صوبر 300 و301 و302 و303 اللي خدت جائزة جينيفة الدولية اللي ابتكارات على مستوى العالم واللي حققت إنتاجية في مصر إنتاجية عالية ودخل زيادة عن 2 مليار جنيه نتيجة زيادة محصولية من نص طن لطن الفدان وقللت استهلاك المية 30% عن الأصناف التقليدية وأنتاجة رزة أبيض أعلى محصول رزة أبيض كان أعلى لأن تصاب الطبيب بتعادتها كانت بتفصل لـ 75% كان هناك تأكيد أيضا على أهمية دور مركز البحوث الزراعية ومعهد البحوث الحقلية في استنباط الأصناف الجديدة من الأرز قصيرة العمر والمتحملة الري على فترات متباعدة ونضرة المياه والملوحة والتغيرات المناخية ودور الإرشاد الزراعي في النهوض بكافة أنواع المحاصيل الحقلية ونشر التوصيات الفنية للأصناف التي تم استنباطها حديثا من كافة المحاصيل شوفنا نتائج الحقيقة كانت أبدا نحلم بيها أنتجنا أصناف بتوفر في المياه وإحنا دايما النهاردة بنقول أي زراعة توفر في المياه هنشتغل معها إحنا بنشتغل في الزل قلة موارد مائية نضرة المياه تغيرات مناخية فالوضع ده يعني محتاج شوية شغل إحنا بنتحدى نفسنا علشان نطلع بنتيجة كويسة طفرة زراعية تتحقق من حيث زراعة أنواع مختلفة من هذا المحصول الاستراتيجية تضاف إلى جهود أخرى مكثفة لتأمين احتياجات المواطنين من كافة السلع والمحاصيل اشتركوا في القناة